طبعاً نتائج إمبارح معظمها الحقيقة برا الصندوق يعني نتائج أغلبها غير متوقعة وإمبارح ماتشاط الشامبينزيج كان فيه مفاجآت كتير جداً بس قبل ما أتكلم عليها خلينا نروح للاعبتنا المحترفة في الخارج وصلاح إمبارح طبعاً كان عندهم موجهة في مونتهى الأهمية أمام عكس بعد خسارة صعبة جداً من نابولي إمبارح الحقيقة قدر ليفر بول أنه يصحح شوية من أوضاعه والحقيقة كمان واحد من مكاسب المباراة أنه صلاح يرجع يهدف مرة تانية أحرز هدف لفرقته المباراة انتهت اتنين واحد طبعاً لصالح ليفر بول على حساب آيكس أمستردام وخلينا نشوف أرقام صلاح وأرقام اللعبين المحترفين في الخارج هالبداية من إنجلترا مع عمو صلاح تعسن بارح وصلاح بيلعب أنه يعني يخد بالك بتفرق كتير قوي لما تبقى لعيب كبير جوه الفريق غير لما تكون لسه لعيب جاي وسط لعيبة قديمة وسط لعيبة كبيرة وسط كباتن للفريق بتبقى الضغط عليك يعني مش كبير قوي لكن النهاردة صلاح يمكن بقى أهم لعيب بدون منازع في فريق ليفر بول فمطلوب منه كتير وده نوع من أنواع الضغط عليه بالتأكيد ما أثر بشكل كبير ليفر بول فاز على آيكس مستردام اتنين واحد في تشامبينز ديج شارك صلاح لمدة تسعين ديج وأحرز هدف من الهدفين اللي أحرزته فرقة ليفر بول محاولاته على المرمى كانوا تلاتة خمس مراغات نجح في اتنين منهم لمس الكرة تسع واربعين مرة تمريراته سبعة وعشرين تمريرة بنسبة دقة خمسة وتمانين في المية الكي فاسز اتنين الكرات الطولية اتنين بنسبة دقة مية في المية خسارة الكرة ستاشر مرة والقيمة التسويقية لصلاح مازالت عند تسعين مليون يورو وليفر بول حاليا طبعا بعد الفوز مبارح والخسارة قدام نابلي عنده تلات نقاط بس بتتبانلوا ترتيب رقم تلاتة في المجموعة بتاعته برصيد تلات نقاط من صلاح نروح لسام مورسي بسويتش تاون والحقيقة يمكن فرقة سام مورسي قدرت تفوز على بريستول روفرز بنتيجة اتنين صفر شارك لمدة تسعين ديها صنع هدف من الهدفين اللي احرازتهم او احرازهم فريقه لمس الكرة سبعة وخمسين مرة ليه سبعة واربعين باس بالنسبة نجاح او بالنسبة دقة 94 في المية الكرات الطولية تلاتة بالنسبة نجاح مية في المية المراوغات تلاتة نجح في اتنين منهم سمى اعتقد بالارقام دي مستوى تطور كتير جدا مع ابس ويتش تاون هو يمكن اهم لعب في الفريق او من اهم اللاعبين في الفريق تحميات الارضية 12 نجح في سبعة خيس الكرة خمس مرات والقيمة التسويقية 1.2 مليون يورو وابس ويتش تاون حاليا في المركز الاول في ترتيب الليج وان برصيد 20 ناط نروح لالمانيا وتحديدا عمر مرموش بداية صعبة يمكن السيزن ده العمر مرموش مع بولفزبورج يمكن اخيرا فولفزبورج حقق فوز على فريق فرانكفورت بنتيجة واحد سفر لكن عمر مرموش ما شاركش في المرادي بشكل اساسي لعب لمدة 11 دقيقة فقط قدر يلمس فيهم الكرة 9 مرات 6 تمريرات نجح في 33% يعني في تمريرتين بس خس الكرة 7 مرات والقيمة التسويقية المرموش وصلت لستة مليون يورو وفولفزبورج حاليا في المركز الستاشر برصيد 5 نقاط مصطفى محمد فرنسا وتحديدا مع فريق نونت الفرنسي مصطفى الحقيقة بداية قوية جدا في الدوري الفرنسي السندي وفرقته للأسف خسرت مليوريون بنتيجة 3-2 في الدوري شارك 29 دقيقة أربع تمريرات بنسبة نجاح 100% كرة طولية وحيدة بنسبة نجاح 100% التحامات أرضها 3 نجح في واحدة خس الكرة مرتين وقيمة مصطفى التسويقية وصلت مع نونت لستة ونوص مليون يورو وحاليا فريقه في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط تريزي جي المتقلق في ترابزنسبور في تركيا واحد من اللعيبة الحقيقة اللي تراهن عليهم بشكل كبير ويستحق الحقيقة صحيح ترابزنسبور بقى من فرق المقدمة لكن في النهاية برضو تريزي جي استحق أكتر من الدوري التركي بيلعب لترابزنسبور وخسر فريقه بنتيجة 3-2 من أدنسبور في الدوري شارك لمدة 81 دقيقة لمس الكرة 41 مرة 19 تمريرة منهم 84% أو بنسبة 84% نسبة نجاح تصويبات 4 منهم 2 داخل أو بين الثلاث خشبات أربع مراوغات نجح في واحدة منهم التحامات الأرضية 9 نجح في خمسة منهم التحامات الهوائية 2 نجح في واحدة وخسر الكرة 11 مرة وقيمة تريزي جي التسويقية وصلت لـ 10 مليون يورو حاليا فريقه في المركز الثامن ولكن كان حامل اللقب في الموسم الأخير برصيد 10 نقاط أحمد حسن كوكا المنطق الدوري التركي بعد العودة لأولمبياكو ثم العودة للدوري التركي مرة تانية النادي ألانيا سفور فريقته فازت بنتيجة 2-1 على أنقرة جوجو وشارك لمدة 29 دقيقة وأحرز هدف لفريقته لمس الكرة 13 مرة كان ليه 9 تمريليات بنسبة نجاح 78% التحامات أرضية 2 خسرهم التحامات هوائية 2 كسب منهم 1 خس الكرة 3 مرات والخيمة التسويقية الكوكا 3 مليون يورو وألانيا سفور حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط هنسيب تركيا ونروح للسعودية جدة وتحديدا الاتحاد طارق حامد المنطق الحديثا للدوري التركي شارك لمدة 90 دقيقة في مجارات فريق الأخيرة لمس الكرة 63 مرة 57 تمريرة بنسبة دقة 98% الكرات الطولية 2 بنسبة نجاح 100% التحامات الأرضية 6 نجاح في 4 التحامات هوائية 5 نجاح في 3 وخس الكرة 3 مرات وقمت التسويقية 1.2 مليون يورو وتحاد جدة حاليا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أحمد حجازي في نفس الفريق تحاد جدة طبعا شارك مع طارق حامد في فوس فريقه على الرائد بنتيجة 1-0 شارك لمدة 90 دقيقة وأحرز هدف المباراة قدر ينقص في خلال المباراة دي 6 فرص للفريق المنافس فريق الرائد التحامات أرضية 5 كسب 3 خسر الكرة 14 مرة على مدار مشاركته لمس الكرة 71 مرة لي 57 تمريرة بنسبة دقة 81% 11 كرة طولية نجاح في 4 فقط منهم والقيمة التسويقية لحجازية وصلت لـ 3.5 مليون يورو فاصل سريع ونرجع لحضراتكم